النادي الأهلي على المستويات نشاط الرياضي المستويات الاجتماعي ويبقى فيه جزء خاص بالجماهير النادي الأهلي وده دور النادي الأهلي بصفة خاصة والجماهير المصرية أو الشعب المصري بصفة عامة طبعا احنا فيه تنصيق مع اللجنة الطبية برأس الدكتور محمد شوقي أخذنا كافة الإجراءات واستغلنا الفرصة اللي كان فيها برضو كانت أزمة بتعدي على مصر كلها اللي هي سوق الأحوال الجوية أخذنا فرصة إحنا أغلقنا باب النادي الأهلي لذاتا من يوم الخميس وابتنا نستقبل الأعضاء من يوم السبت استغلنا في 48 ساعة إزاي هنعقم النادي وانتهر ويكون جاهز لاستقبال الأعضاء وإزاي هنحط توعية لكل عوض وعشان خطر نحافظ على المسيرة ونحافظ على الحياة تبقى مستمرة معنا على طول مش عايزين نوصل أو نضطر اللي احنا بنغلق النادي أو نغلق أبواب اللابدي في وجهة كثير من المتردين وخصصات الأعضاء الجماعية العمية والرواد وننصحهم ونقبلهم حافظوا على سلامتكم وحافظوا على المسافات الأمنة بينكم ومن بعض حاولنا نحافظ دايما مع بعض على النظافة بنتحرك في هذا الاتجاه طبعا نحن بنعقم النادي على مدار اليوم طول ما الفترات النادي مفتوحة نحن بنعقم النادي على مدار اليوم يمكن أخذنا قرار بعد العودة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة كبت محمود الخطيب اللي احنا هنقلل ساعات العمل بالنسبة للعاملين في النادي تبقى خمس ساعات بدلا من سبع ساعات وفي نفس الوقت احنا بدلا ما النادي كان بيفل الساعة 12 بالليل هنقف النادي الساعة 8 احنا كل ده بنحاول نحافظ على استمرار الحياة ولكن مع اتباع قواعد الصحة والسلامة في النادي الأهلي طبعا ده جزء من المجتمع المصري جزء من الدولة المصرية ليه دور مهم جدا 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 كلنا بنخسر كل المرحلة دي لازم كلنا نتكاتف لازم كلنا ننسى الخلافات الموجودة في الوقت الحالي بنتكاتف مع بعض ازاي هنعدي المرحلة القادمة اهم حاجة سلامة وصحة لعبينا سلامة صحة شعب مصر سلامة وصحة كل الناس دي اهم حاجة ان شاء الله بإذن الله البطرات موجودة كتير ولكن سلامة الشخص دي اهم عندنا من اي حد فان شاء الله بإذن الله قادرين وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يرفع عننا البلاء وتعود الحياة ولكن دي دروس لازم الناس كلها تبقى مستفيدة لازم النهاردة تراجع نفسها ونستفاد من الدروس ازاي النهاردة هنستمر المرحلة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله مسالة النادي الاهلي وكابت محمود الخطيب لجمهوره وجمهير الكرة المصرية احنا كان عندنا حلم اسمه عودة الجمهير لصدق قهرة يمكن الحلم ده تحقق بتكاتف كل المنظومة مع بعض تكاتف كل واحد تحمل مسؤوليته الجمهور تحمل مسؤوليته الدولة المصرية تحملت مسؤوليتها النادي تحاول مسؤوليته الامن تحمل مسؤوليته الوضع الحالي اللي احنا فيه افتكروا دا دايما عشان خاطر الرياضة ترجع تاني عشان خاطر الحياة ترجع تاني لازم كل واحد فينا تحمل مسؤوليته الجمهور انا بخطب عشان احنا رياضة هخطب الجمهور بصفة عامة وده يعني كلنا بنشجع نادي الاهلي بنشجع الزمالك بنشجع كل لان ده كل واحد ليه نادي بنشجعه ولكن في الآخر كنا نتكتف مع بعضينا عشان ترجع تلعب في الاستاذ تاني وعشان نعدي الكابوة دي على مصر كلها إن شاء الله لازم كلنا نتكتف ناخد الموضوع بجدية نتعاون مع بعض إزاي المرحلة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله الـ 14 يوم اللي الدولة المصرية قالت عليهم عايزينهم يعدوا على خير إن شاء الله ونعلن برضو اللي في مصر خالية من كورونا وهو ده اللي احنا بنتمناه ما فيش الحد الواحده هيعمل كده الحكومة المصرية مش تعمل كده لوحدها مجلس صدارة النادي أو النادي الأهل مش يعمل كده لوحده الجمهور أو الشعب المصري مش يعمل كده لازم كنا نتكتف كل واحد يبقى عارف دوره كويس إيه وإن شاء الله ربنا هيسلم الجميع بإذن الله